موسيقى اليوم في هذا الإطار حبينا نعلن رسميا على أن حدث رياضي دولي كبير ياسر في رياضة الكوكوشينكاي باش تنتظم في قاعة محمد مزالي الأولمبية في المنستير من 7 إلى 10 أكتوبر القادم ما يميز هذا الحدث الرياضي الدولي هو بطولة إفريقيا للأمم اللي باش يشاركوا فيها 129 لعب من 13 جنسية وكذلك في نفس الوقت 350 لعب باش يشاركوا من 35 نادي من 10 جنسيات لتنظيم البطولة الدولية للأنديا المفتوحة تنظيم هذا الحدث الدولي لأول مرة باش يشرف عليه شخصيا رئيس الاتحاد العالمي الكوكوشينكاي مسيو أليكساندر بيكونوف باش يجي لتونس وباش يكون حاضر لأول مرة في تونس للإشراف الرسمي على هذا الحدث الدولي هي بطولة لنين الشرف باش نحتضنوها لأول مرة في تونس تحت رعاية التحدوة للكوكوشينكاي بطولة إفريقيا إن شاء الله مش يكون 13 دولة تقريبا حاضرة بطولة إفريقيا ستصبح يوم السبت 8 أكتوبر اتلاقي من الساعة لثامنة ونص صباحا وثم الاحتفال البروتوكولي يعني المراسم الرسمية للإفتتاح وقبل التتويج في النهائيات يعني مش كون ما بين ماضي ساعتين وما ثلاثة المشاركة تقريبا قرابة 150 مشارك بإدارة 53 حكم من جنسيات مختلفة البطولة الدولية للأنديا مش كون نهارة سبت 9 أكتوبر بمشاركة حوالي 343 مشارك من عديد النوادي من تونس وخارج تونس عديد النوادي الأوروبية العربية الإفريقية كيف كيف زادا متزامنين نزوزوا مع بعضهم إن شاء الله ربي وفقنا باش نكونوا في مصة والحدث إن شاء الله ربي وفقنا باش تظاهر هذه تزيد تعطي قيمة كبرى لبلادنا على احتضان أعطى التظاهرات وخصوصا لرئيس الاتحاد دولي اللي جاي إن شاء الله ومش نعقدوا معها اتفاقيات إن شاء الله تونس مش ولي كل عام في شهر مارس قبلة لتجمع عالمي للكيوكوشينكاي أكثر من 1500 أتلات من أكثر من 60 دولة مش يكونوا متوجهين كل عام في تونس تحديدا إن شاء الله في عين درهم وكيكا تونس اللي قطب عالمي في هالرياضة اللي قاعدة تغطو خطة حثثة نحو العالمية